الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه لقاءات نتدارس فيها الأسباب التي تتنزل على العباد مغفرة ربي كما جاءت في آياتي كتاب الله عز وجل وكنا فيما مضى قد تناولنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وهذه الآية في سورة الأنفال ثم ذكر الله بعدها بعدد من الآيات فقال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين نعم إن الله يعرض التوبة ويعرض الدخول في دين الإسلام فإن التوبة والدخول في دين الإسلام من أسباب مغفرة الله عز وجل لذنوب العبد فما فعله الإنسان قبل توبته وقبل دخوله في دين الإسلام فإن الله جل وعلا يمحوه متى دخل ذلك العبد في هذا الدين وقد جاء في الحديث أن عمر بن العاص لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومد يده ثم إنه كفها فقال يا رسول الله إني أريد أن أشترط قال ما الذي تشترط فقال إني أريد أن أشترط محو ذنبي يعني مما سبق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله فمن دخل في هذا الدين محى الله جل وعلا سيئاته السابقات وأما إحسانه وما فعله من الأفعال الخيرة الطيبة فإنه يبقى له أجرها وثوابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وحينئذ نعرف فضل رب العزة والجلال على العباد كيف يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم وزلاتهم بدخولهم في دين الإسلام وقد ذكر الله جل وعلا ذنوبا عظاما منها ذنب المسلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع ذلك بيّن الله لهم بأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحينئذ علينا أن نكون من أهل هذه الصفة أن نكون من التوابين الذين يكثرون التوبة كلما وقع منهم خطأ أو تجاوز للحدود التي جعلها الله عز وجل لهم نعود إليه سبحانه فنستغفره ونتوب إليه وحينئذ تغفر ذنوبنا وسيئاتنا بفضل من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى وحينئذ نستشعر عظم فضل الله علينا أن جعل لنا سبيلا وطريقا نتمكن به من محو السيئات ومن استجلاب مغفرة ربي لما وقع منا من ذنوب وخطيئات فيكون هذا من أسباب رفع الدرجات بارك الله لكم ووفقكم لكل خير وغفر الله ذنوبكم وتجاوز لكم عن سيئاتكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه